المسألة لا هي محسومة كناس موسيقية لكن share بخد حق يحدد الفرق هو بنفسه. ممكن نسألك سؤال. اه. السنة دي ليه كان فيه فرقتين في الكونفودرالية وفرقتين في. عشان بطل الكاس. والاهل بطل الكاس ووصيفه. اه وصيف الكاس. اه. اللي بيروح الكونفودرالية. التالت ووصيف الكاس. والتالت فقط اللي يروح. اذا الرابع ملوش حاجة. الرابع بيروح البيت. اذا التالت اه فقط. اه ممكن يروح السحل الشمالي لو عند وقت. يا عم استنى بس. ما تبقاش مفتري او جد. يا عم بالراح. مش كده. انا بتكلم جد. ان فيه المركز التالت اصبح مهم. اه. يعني ما هو بيقاهلك لبطولة. اه افريقية. المنافسة يعني. بطل الكاس او وصيفه مع التالت يروح الكونفودرالية. يروح الكونفودرالية. عشان كده انا الفريق الرابع هو اللي كان بالاخباط. طيب. الاسماعيلي اليوم اه لعب بالطريقة اللي يكسب بيها ويكسب بيها مرتاح. اه. الاشكالية الاشكالية. اه اه ان اه. والزمالك قد اندفع على الهجوم بهره اصبح مكشوفا تماما. اي كرة طويلة حتى من المتشتتة كانت تشكل اه خطورة. لان الجنبين كانوا في منتهى اه اه فدان. بيتحركوا لوحديهم. وفي مطاح السرعة. كريب بامبو اصبح زهرة. كل ما ينزل بيجيبوا جواه. يعني اصبح اه بديل اه اه مؤثر جدا. اه. فالاسماعيلي قدم مباراة واقعية جدا. اللغز في الطريقة اللي هي بعد ما تعادل الزمالك كنت تعتقد ان المباراة رجعت اه الى التكافؤ وربما الى اه صالح الزمالك بعض الشيء. فجأة. طبو ستلاقي اللي بيضايح الفرص. زمالك مستحوز لكن اللي بيضايح الفرص الاسماعيلي. وبيضايحها فرص متكررة. يعني مش اه. ده ده تلات فرص بس من سبع تمام فرص حقيقيين ضعوا. كانوا يخلوا النتيجة ستة واحدة. انما تدرك بقى قيمة حرص المرمى هنا. اه. واحد واحد اه اه عواد يخرج كرة صعبة من باسم. اه. ماشي قوية ولكنها سقطة في في مكان صعب.